وبالعودة إلى العاصمة أنجمانة انطلقت اليوم بمقر القصاوسة في شات بحي أرداب جمال أعمال الورشة التي جاءت تحت شعار التشخيص التشاركي البلدي حيث افتتح الورشة عمدة بلدية الدائرة الثالثة سامي ميشيل ميشو هارون أبا أدم التقرير تحت شعار التشخيص التشاركي البلدي جاء تنظيم هذه الورشة التدريبية التي جمعت أعضاء المجلس البلدي للدائرة الثالثة والشخصيات المرجعية وذلك بهدف التشاور والتفاكر بعمق لرسم خارطة طريق من أجل تنمية البلدية من خلال وضع خطة عمل في مجال الخدمات الحيوية وبهذه المناسبة قال عمدة بلدية الدائرة الثالثة سامي ميشيل ميشو إن هذه الورشة التشخيصية التي جاءت بعد دراسة مسحية تهدف إلى جمع ومعالجة المعطيات واعتمادها مع الفاعلين الأساسيين في المدان من أجل ضمان وتأمين تخطيط بلدي فاعل للخروج من المشاكل الواقعية التي يعيشها سكان الدائرة الجدير بالذكر أن عمال هذه الورشة تستمر ثلاثة أيام وستخرج بتوصيات وقرارات